السلام عليكم وبركاته كيف حالكم يا راهبي و مرحب بكم مع القيادة جديدة من ها؟ مين؟ في هذا الشيحان؟ لا لا خطردنا لك طردنا ما عنده شنب ولحية و حالته كده مش كويس اما انا بدال ارجعت لكم انا في هذا الشيحة الرهيب اللي تحبونا خلنا نبدأ الاسلة او سؤال معنا من واحد اسمه اي فايتر زد قاعد يقول هذا يكون شخصي سؤال شوي يقول ليش دخلت اليوتيوب عشان الفلوس ولا عشان الفلوس ولا عشان تريكم اصدقاء نكمل طيب يعني حرف ناقص عشان الفلوس كل وساطة يعني نبي فلها كده عشان فلوس نبي فلوس شو يقوم انتم نشتغلكم ليش عنه نبي فلوس وفله واصدقاء وهذا سؤال ثاني وحس برضه شوي شخصي من واحد اسمه كيرا 12 قاعد يقول انتو كلكم بالجيمرز اه انتو كلكم جيمرز في المكتب كلنا طرح ما في غيري فعليا لا طرح انا لا اصوي كل شيء انا لا اصوي تصوير انا اصبح شغلي ضعاة انا اعقد اططب على نفسي اصبح شغلي كويس اعقب نفسي كويس مين كلكم هذلي ما في غيري طرح ما في طوستي وهذا سؤال من اه صعب اقرأ كذا بجربة جديدة هذا سؤال من محمد ال ايش طيب اوكي ايه ال يمكن المهم يقول شنو رأيك في ثلاثية بايو شوك بكل بساطة الاول رهيب سطوري خرافي الثاني ميه مو مستوي الاول الثالث حلو بس مو مستوي الاول هذا سؤال معنا من احمد جي تي اكس كانت شاشة المهم يقول بالنسبة لك هل في صعوبة في تطوير برمجة ألعاب مستقلة يعني الاندي وهل تتوقع رؤية لعبة من مطور مبرمج شخص واحد اوكي من ناحية الصعوبة يمكن اول كان فيه بس الحين يعني شوف الصعوبة هي الوقت اكثر شي الوقت عندنا المطورين العرب لاني عارف استقائي كثير مطورين دائما اقدم معهم اصرف معهم اكبر مشكلة توجههم الوقت لان عندهم الشغل يشتغلون وعندهم يطورون اللعبة فما يلقون وقت كافي يسوونها خاصة اذا كان شخص واحد يسويها وسؤالك يقول لك السؤالك الثاني اللي يقول هل توقع رؤية لعبة مطور برمجة شخص واحد مو بس اتوقع موجودة اندرتيل اندرتيل كتبها والموسيقى والبرمجة والقصة وكل شي شخص واحد هذا اللي عارفه انا هذا اللي سمعته شخص واحد يعني يمكن ليش لا هذا سؤال من واحد اسمه سنكاي قاعد يصير يقول احمد الشيحان طلع انا بداله انا رجعت انا الاصلي رجعت علىك مزيف راح كذا ما عندهش انا بحلته حاله سكسوك جزينها لمحب بعد اليوم صبقتها اليوم المهم انا موجود هو راح هل توقع جهاز مفيديا شيلد ينجح ليش ينجح ليش تبيه ينجح يعني ينجح فيش شون ينجح فيش يعني بالضبط يعني منافسينا لجوجل كروم شي ثاني ينجح فيش بالضبط هو عرف ميزة الاساسية انك انك تقدر تسوي ستريمينج حق العابك في البي سي بس ما تقدر حد كثير بيأخذون اشياء هذه الميزة الناس بيأخذون اقتراجة عشان ميزة انهم يتفرجون على نتفليكت والاشياء هذي والاشياء الملتيميدي اكثر من الجيميك هذا لا توقع وهذا السؤال من عزوز عزوز جيمر قاعد يقول انت مع او ضد الدبلجة انا ضدها تماما حس اللعبة كنها مسلسل تركي مدبلج سوري افضل الترجمة شخصيا ما احب الدبلجة بايش في الحياة احب اللغة الاصلية يجيني مشاعر الناس نفس الشخصيات نفس الكاتل لا يكتبش تخيل الصوات لكن في ناس ما يعرفوا الانجليزي كويس و انا صراحة احس فيهم فبالعكس اذا كان الدبلجة تفيدهم شي ممتاز بس افضل دائما ترجمة ليش لان ترغم تقدر تقرأ العربي وتسمع المعنى بالانجليزي فلما تسوي كذا تتعلم تقول اوه يفعل اه جحيم فهذه الفكرة انك تتعلم على فوق تحفظها و تطبقها وهذا السؤال من حسين نصير قاعد يقول هل تبعت عضل دعائي للعبة ماس افكت اندروميدا في حدث السيس 2017 ماهنط طبعاتك حسين انا ما لعبت ما سفكت ماهنط طبعاتك ماهنط طبعاتك ماهنط طبعاتك ماهنط طبعاتك التصوير اللي يكون من الكتف ماهنط طبعاتك تغير الكلاس حقك شفت انه في كلاس عندك اللي بداية زي الوريور ماهنط طبعاتك بس تشوفونا بالشاشة الان والثاني الظاهر كان انجينير فتوقع الوريور الفقه كان يستخدم ثدسات يستخدم اسلحة قوية اما الثاني الانجينير يستخدم الماجيك اكثر شيء توقع في حاجة زي الماجيك يستخدمها و يقويها فهذه حلوة جدا كده تبدل فيها كده تبدل كده بسرعة فهذا شيء ممتاز قصة ماعرف انها شيء صراحة بس ان شاء الله تكون لعبة كويسة تحمس لها اوه طفل الكهرب شباب طفل الكهرب ماهنط طفل الكهرب بسرعة بحاول حلقة معنا ظلمة تحملوني فبس في سؤال اخير بجعوبة بالظلمة اللي هو رأيك عن سماعة ترتل بيتش 520 تفصيل ممل بس يقدروا عنها جدا ممتازة اللي موجودة بس توقع خاصة البلسجنة 4 هي اللي جربتها مميز فيها تشبك اليو اس بي زي ما تشوفهم الصورة وتشبك اللي هو زر الصوت فيه فلما تشبكه مع بعض يعطيك صوت اكثر ورجعت الكهرب يا السلام من الحظ الرهيب حنا يلطف الكهرب ويرجع وهذه كانت حلقات سلترو جيمينج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في هذه الشيحة اكتبوا سيداتكم افتحها في الكمنت وان شاء الله نفسك اليوم اشتركوا في القناة وشتركوا في القناة لتشاهدون اشياء جديدة لدينا خمس اشياء وعندنا اسئل ترو جيمينج وعندنا اشياء كثيرة ان شاء الله ونذهب معنا ونصر لكم اشياء ادعمونا عساس نعطيكم حاجة جديدة وحاجة ممتازة كما معكم فاد الشيحة محمد الشيحان خلاص فاد الشيحة مرايح مع السلام اشتركوا في القناة